الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أحسن بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث لنستمع إلى آيات هذه الحلقة ثم نتناول بعض ما فيها من معاني وأسرار ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين أيها المشاهدون الكرام كنا مع آيات مباركات من سورة آل عمران وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى أشاد بشأن هذه الأمة وخيريتها وبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله هو سبب خيرية هذه الأمة فمتى تخلت هذه الأمة عن هذه الخصائص وهذه المزايا قلت خيريتها فتقوى خيريتها كلما تمسكت بهذه الخصال وتقل تلك الخيرية إن قصروا وإن بعدوا عن تلك الخلال الكريمة والصفات الحميدة التي ذكرها الله تبارك وتعالى ثم بيّن الله تبارك وتعالى حال أهل الكتاب وأن أكثرهم خارجون عن طاعة الله وذكر سبحانه وتعالى أنه قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وأنهم قد رجعوا بغضب عظيم من الله تبارك وتعالى بسبب إصيانهم وعدوانهم ثم قال الله تبارك وتعالى ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب متساوين وهذا من إنصاف القرآن وعدله ويرى كثير من أهل العلم بأن هذا الموضع موضع وقف تام ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب متساوين من أهل الكتاب أمة قائمة أي منهم أمة مستقيمة عادلة ما شأنهم وخبرهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يقرؤون ما أنزله الله تبارك وتعالى في ساعات الليل وآناء جمع إنا كأمعاء جمع معا ولها مفردات غير التي ذكرنا يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون السجود هنا ذكر الجزء وأريد الكل أي وهم يصلون فهم يتلون آيات الله تبارك وتعالى في صلاتهم بالليل وهناك احتمال آخر أن يكون المراد بالسجود هنا أنهم يتلون آيات الله وهم خاضعون لله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هنا قدم الله تعالى مع أهل الكتاب المستقيمين قدم الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعل ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن مميزا في شرائع أهل الكتاب لهم كما ميزت به هذه الأمة ولعل الله تعالى قدم الإيمان أيضا لإغراء أهل الكتاب الذين يسمعون هذه الآيات بأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ويؤمنوا ولا يكونوا من المتخلفين عن ذلك يؤمنون بالله وذكر هنا اليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يجعل صاحبه يخاف لقاء الله تعالى ويذكر أنه سيجازى على اعتقاده في هذه الدنيا وعلى عمله أيضا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات والمسارعة في الخيرات يثني الله تعالى على أصحابها فهم مبادرون إلى الأعمال الصالحة وقد يقول قائل أليست العجلة من الشيطان فالجواب عن ذلك أن العجلة من الشيطان في الأمر الذي لا ينبغي فيه التعجل وأما التعجيل إلى عمل الصالحات والمبادرة إلى فعل الخيرات فهذا أمر يحمد صاحبه وقد قال موسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى فهم يبادرون بالطاعات قبل الممات يبادرون إليها رغبة في الثواب وحرصا على إرضاء رب الأرباب جل جلاله وهذا أدب نحن أحرى الناس لنكون من أهله أن نسارع في الخيرات هل هؤلاء هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود فآمن وأسلم وقال قول صدق للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عليه كثير من المفسرين من أهل العلم أو أن المراد المؤمنون من أهل الكتاب في زمانهم والذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الله حالهم وأنهم لن يكفروا ما قدموا ولن يكون من الله تبارك وتعالى ستر لثوابهم وأجرهم ثم قال الله عز وجل مشيدا بهؤلاء وأولئك من الصالحين لم يقل وهؤلاء من الصالحين قال وأولئك كأنهم في محل بعيد لماذا بالدلالة على سمو منزلتهم وعلى بعد مكانتهم وعلوها فهم في الفضل والشرف في منزلة عالية بعيدة وَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحُ لا شك أنه لفظ محبب لأن الذي يقابله الطالح أو المفسد فالصالح محبوب عند الله تبارك وتعالى ممدوح عند ربه جل جلاله وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْخَيْرِ غَيْرَ مَنظُورٍ إِلَيْهِ أي أنه حقير في أعينهم أو في عيون الناس فَلَنْ يُكْفَرُوهُ أصل الكفر الستر والتغطية فالله تبارك وتعالى ينفي أن يسترى ثوابهم على ما قدموا من خيرات بل إن الله تعالى شاكر سبحانه وتعالى عليم فسيشكر الله تعالى لهم صنيعهم سيثيبهم على أعمالهم سيوفيهم أجورهم تبارك وتعالى بل جاء في غير هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين الذين آمنوا بمن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه فأولئك يؤتون أجرهم مرتين ثم يختم الله تبارك وتعالى بقوله والله عليم بالمتقين لا يخفى على الله ما قدموا هو عليم بما قدموه من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن الإيمان ومن المسارعة إلى الخيرات فالله عليم بهم لكنه لم يقل عليم بهم بل قال عليم بالمتقين لتبقى هذه الجملة وكأنها جملة مستقلة ليست خاصة بأهل الكتاب فالله عليم بالمتقين ممن يسمعون هذه الآيات من أهل الكتاب ومن غيرهم والمتقون هم الذين آمنوا بالله وجاءوا بهذه الأعمال فهذا هو مقصود هذه الآيات أن هؤلاء وصفوا بالتقوى فجعلهم الله تبارك وتعالى من المتقين فما هي التقوى أيها المشاهدون الكرام التقوى هي ترك الذنوب وترك الذنوب بأن نفعل ما أوجب الله وأن نترك ما نهى عنه الله فبذلك يكون العبد من المتقين وهناك خصال كريمة وأعمال من النوافل والازدياد في الطاعة لله تبارك وتعالى كلما ازداد فيها الإنسان ازداد تقوى لربه تبارك وتعالى فمثل المتقي في حذره من الذنوب والمعاصي كمثل رجل بأرض ذات شوك يريد أن يسير في هذه الأرض فما الذي يصنعه يشمر ويجتهد ألا يصيبه الشوك فيحذر من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي حتى لا تصيبه خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى أي لا تحقرن ذنبا صغيرا فإن الجبال تتكون من ذلك الحصى الصغير نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين المنتفعين بهدي كتابه المبين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى بكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد